غمّت كده واسبق بلاش الفلاش باك اسبق بلاش يا سيدي ارجع الاول لأول امبارح مصر والبرتغال لما مصر جابت الجن محمد صلاح جابت الجن في البرتغال انت عملت ايه وكمتش ودي قول لي عملت ايه ولما دخل فينا الجن الاولاني وبعين دخل فينا الجن التاني انت عملت ايه اسبق بقى شوية كده تعالى مبالات مصر وارجوي تخيل كده وانت بتغمّت وعمل كده ومستلقي ومصر بتجيب جون تخيلوا شكل الشوارع تخيلوا شكل البيوت تخيلوا شكل الاهاوي تخيلوا شكل المطاعم تخيلوا شكل الاندية تخيلوا شكل مراكز الشباب تخيلوا اي شكل واي مكان ايه ده ده فيه لعيبة والله العظيم ثلاث وموجودين في مواقع دلوقتي كان كل عملهم مصر وتوصلش كاس عالم عشان احنا بس اللي بقى وصلنا كاس عالم تخفى يا سيد انت هو حكر عليك واحد مرة بيقوللي كافت ان انا يعني نفس مصر توصل كاس العالم ونفس ما توصلش قلت له طب توصل انا عارف ما توصلش يقوللي قصلا انا عايز اخر جني يكون لعب في تاريخ مصر في كاس العالم احمد شبير قلت له وتحرق بجاز يا راجل في ايه يا راجل ده هنزيل نوصل كل اربع سنين ونوصل اولمبياد ونحقق نتائج ونحقق مراكز احنا دولة جميلة في كورة ده اقتالي في محزنة انها مش موجودة في كاس العالم واحنا لازم نبقى في محزنة كل اربع سنين احنا نتخلش كاس العالم انتو بتهذروا ولا بتتكلموا جد احنا بنهذروا بنتكلم جد انت منتمي ولا مش منتمي انت عايز الدنيا تبقى حلوة ولا عايزينها تبقى ايه ولا انو عايزينها تبقى احلى طب وبعد ايه واغاني 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 ده انا وايمن باجة امر بنعمل حاجة جميلة كده للمنتخب يا رب ان شاء الله يعني بس حسب ما ايمن تجيله بس الفكرة قال لي بس الفكرة تيجي بإذن الله حاجة برضو هتسعد الناس جدا بإذن الله نشوف شوطة فصل زدان يمكن تجاوب لنا على السؤال ده نشوفها ترجمة نانسي قنقر